وقفة إجلال وكرام واحترام للدور الكبير لصاحب السمو أمير البلال وكلمة هذول عيالي أنا أعتقد هو كلمة السر اللي يمتص غضب الشعب الكويتي وجمع اللحمة الكويتية على كلمة واحدة والله يحفظ الكويت وأهلها من كل مكروح ولكن في نفس الوقت الشعب الكويتي وأسر الشهداء ينتظرون دور تنفيذ من الحكومة ينتظرون مرحلة تختلف عن المرحلة السابقة كفى مجاملة كفى مجاملة نحتاج الحزم والحسم يا أمي إحنا قدر المسؤولية وهذا التحدي أم إحنا مقدر هالتحدي وهالمسؤولية البلد والشعب أمانة في أعناقنا وخصوصا السلطة التنفيذية يا أنا نتحمل المسؤولية هذه أو ما نقدر نسلمها لغيرنا المجاملة والكلام الفاضي ما ينفع الحين ترى إلى متى اللمز والغمز والتكفير والغاء الآخر سواء في الإعلام أو على المنابر أو عند الخطباء أو في الممارسة الحقيقية في وزارات الدولة لا يمكن أن يستمر هذا الوضع في المرحلة القادمة الأمور غير القانونية من مساجد غير مرخصة من وصل لهم الكهرباء يا وزير الكهرباء من وصل الكهرباء حق الأماكن غير مرخصة يا وزير البلدية من عطاهم ترخيص